إلى سوريا التي زارها أمس قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قآني مؤكدا أن سوريا وإيران بلدان شقيقان يتمتعان بعلاقات استراتيجية مميزة وعميقة وشددا على وقوف طهران إلى جانب سوريا قيادة وشعبا في مواجهة التحديات ولفت إلى أن أمريكا هي المصدر الأساسي للفساد والإرهاب والفتنة في سوريا والمنطقة والعالم وخلال زيارته التقى العميد قآني عددا من المسؤولين السياسيين والعسكريين وتفقد عددا من مناطق العمليات المختلفة وشارك قآني في المناورات العسكرية السورية الإيرانية المشتركة كما استطلع في جولة عسكرية لعديدة من الجبهات والمحاور الحساسة في إطار مواجهة التحديات والتوترات الأمنية في سوريا